الإسلامية الجزائرية في حملة وطنية لمجبهة تداعيات فيروس كوفيد 19 المتزايدة والتي تعد الحملة الخامسة من نوعها على مستوى هذا الشركة الاجتماعية الحملة الوطنية انطلقت اليوم بالمؤسسات التربوية على مستوى المقاطع الإدارية لسيد عبدالله كما ستمس غالبية ولايات الوطن حسب التواجد الكشفي بالإضافة إلى مشاركة فاعلين عن المجتمع المدني وتأطير من السلطات الوطنية على المستويين المحلي والوطني التغطية كانت لجمال الدين بوشا إذن لما نتواجدين في مقاطع الإدارية سيد عبدالله لإطلاق الحملة الوطنية الخامسة لمجبهة كوفيد 19 تحت إشراف السيد القائد العام الكشفة إسلام الجزائرية سيد عبدالرحمن حمزاوي الأفوج الكشفية ترافق المؤسسة التربوية من حيث عملية التعقيم من أجل سلامة أبنائنا ومع التمديد هذا سيكون أسبوع جهود مكثفة من أجل تعقيم أكبر عدد ممكن من المؤسسة التربوية أعطينا إشارة انطلاق حملة وطنية ستمس كل ولاية الوطن تقوم بها الكشفة الإسلامية الجزائرية كفاعل في المجتمع المدني خاصة مع تزايد عدد الإصابات والذروة الرابعة التي تشهدها الجزائر فعطت القيادة العامة الكشفة إسلامية الجزائرية تعليم لكل المحافظة الولاي على مستوى الوطني بإطلاق مبادرة أخرى بتكثيف عمليات التحسيس للتباعد الاجتماعي عمليات التحسيس أيضا بضرورة أخذ اللقاء نهاية المجتمع